ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا فرشة ومكنسة في نفس الوقت وبييجي معها الجروف الخاص بيها طبعا تقدري تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف ممكن تنظفي بيها السجاد أو البلاط أو الرخام أو الجدار تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده المكنسة بتاعتها بتكون مرينة جدا في الاستخدام تقدري تنظفي بيها تحت الكنب والسترائر بكل سهولة وطبعا بتسهل عليكي في شغل البيت زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أدوات لتخزين مختلف أدوات المطبخ أو الحمام أو مختلف أدواتك الشخصية زي فرش الميكوب وفرش الشعر وطبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار وتغسليها وتنظفيها بكل سهولة لأن هي بيكون فيها فتحات كده بتصفي منها كل الميا اللي بتكون فيها بعد كده تعالي شوفي معايا بقى منظم للموبايل طبعا المنظم ده بيساعدك ان انت تعرضي الموبايل كأنه شاشة التلفزيون وغير كده تقدر ان انت كمان تنظمي في المنازيل وتقدر ان ان انت تثبتيه عندك على أي سطح مكتب وهنا هنشوف مع بعض عندنا الحامل اللي تقدر ان ان انت تثبتيه على أي سطح مكتب وتثبتي عليه الكمبيوتر أو الكتاب اللي حابة تقري منه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا العلب الصغيرة دي طبعا هي عبارة عن علب للتنظيم تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك زي التوابل أو البوكاليات بعد كده عندنا مجبس التوم اليدوي تقدر ان انت تقطع به التوم وغير كده كمان تقدر ان انت تقطع به الفلفل وهو طبعا بيكون عملي جدا وسهل في الاستخدام وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر ان انت تستخدميه على اي سطح مكتب عندك في الصغيرة أو في قضية النوم أو في المطبخ أو في الحمام أو تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاه فرشة بتساعدك ان انت تتوزع الزيت بشكل متساوي على الحلة أو الصينية بتاعتك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار أو الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففيه مختلف انواع الخضار أو الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية أو خاص أو اي نوع من انواع الخضار أو الفكهة تقدر ان انت تجففيه بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا اداة ازالة الوبر الورقية وهي بيجي فيها جزء تاني كده تقدر ان انت تستخدميها لازالة الوبر أو الشعر من على مختلف انواع الملابس أو المفارش أو الكنب أو السجاد بعد كده هتعالي نشوف مع بعض عندنا الصبانة اللي تقدر ان انت تسبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي عليها الصبون وهي بيبقى فيه منها اشكال والوان كتير قوي هنا بقى معانا منظم أو دولايب كبير كده وهو بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تسبتيه عندك في المطبخ وتنظمي بيه كل الحلل أو كل الأجهزة الكهربائية الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك وهنا عندنا منظم للبيض تقدر ان انت تتحكمي في عدد الأدراك بتاعته وتنظميه فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظميه في التلاجة أو برا التلاجة والمنظم ده الدرج الواحد بياخد معاك حوالي 15 بيضة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تختيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحوض عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الموعين أو الخضار أو الفكهة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة لندق أو اللوز أو عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف أنواع المكسرات بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل أو التشيرتات أو مختلف أنواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوه الدولاب بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة 3 في 1 المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة أو الخضار زي مثلا تقدر ان انت تقطع البطيخ أو الشمام لكذا شكل زي ما ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لأكياس الكمامة طبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار أو على دلاب المطبخ أو في أي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الأكياس دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبره كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات أو الملابس الداخلية هنا بقى هنشوف عندنا القطعة اللي بتساعدنا اننا نثبت المشترك أو جهاز الانترنت أو الرمود أو أي حاجة احنا عاوزين نثبتها على الجدار أو في أي مكان احنا عاوزينه بطريقة سهلة جدا بعد كده عندنا الفرشة اللي بيجي فيها جزء خاص تقدر ان انت يدي فيله مادة التنظيف اللي انت بتفضلي تستخدميها وبعد كده هتقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الحاجات اللي انت بتكوني محتاجة تنظفيها وغير كده كمان بيجي معاها كزا قطعة للتنظيف تقدر ان انت تبدليها بكل سهولة وبعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل أو غطيان التصاد طريقة تثبيتها على الغطيان سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا معانا الغطى او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا مصرة الاطباق والكبايات ومختلف لوازم المطبخ تقدر ان انت تصفي عليها كمان الخضار او الفكهة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتصفي عليها كل الحاجات دي وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها كصرية للتقديم هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه على اجدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المكنسة اللي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي والمكنسة دي بتساعدك على ازالة الوبر او الاتربة اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الستاير او على الكنب وغير كده طريق التنظيف المكنسة دي سهلة جدا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيجي مكوام من دورين وبيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق او الشوك او السكاقين وهنا معنا الممسحة دي وهي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الشبابيك او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الكاميرا الفورية دي طبعا زي ما انت شايفة كده معايا تقدر ان انت تحصولي منها على ثور فورية وعالية الجودة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممسحة لتنظيف المرايات او الشبابيك والممسحة دي بتيجي فيها جزء خاص كده تقدر ان انت تدي فيه في المياه او سائل التنظيف اللي انت بتستخدميه ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعالي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اصددكم في رعاية اللي اصددكم goofy حاجة تقدموا قطعinوني 54 لون وقت اصدرتا تقدموا قطع اصدرتا تقدموا قطع فيهم ترجمة نانسي قنقر